بدوره أكد سيد منير أديب الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي أكد خلال مداخلة مرئية في برنامج خاص إلى أن الدوحة تدعم المنصات الإعلامية التي سهدف تشويها الأنظمة العربية هي لديها منصات إعلامية كبيرة أنفقت عليها عشرات المليارات على مدار سنوات طويلة هذه المنصات يسيطر عليها بعض ممن ينتمون إلى هذه التنظيمات وهذا لم يكن خافيا على أحد خاصة وأنه بتحليل محتوى هذه المنصات ندرك أن أغلب المواد التي تقدم عليها إما أن هذه المواد يدافع من خلالها مزيع هذه القناة وغيرها وهنا أقصد قناة الجزيرة وغيرها من المنصات الإعلامية بضيوف هذه القناة عن كل جماعات العنف والتطرف وأمراء هذه التنظيمات وإما أننا نجد أن المحتوى الذي يقدم على هذه الشاشة هدفه تشويه الأنظمة العربية هذا التشويه ليس هدفه السب والقصف فقط وإنما محاولة إسقاط الأنظمة السياسية في الدول المستقرة هذا التشويه المترجمات حرارات الكلمة وإنما محاولة إسراءات الكلمة وإنما محاولة إسراءات الكلمة